حبايبي طلبة برايماري 5 الترم جديد سعيد عليكم يا رب يلا بينا مع اول فيديو في منهج الترم الثاني لسون 1 بيتكلم عن السيمبلست فورم والإكويفلنت فراكشن واللايك ديليموناتر السيمبلست فورم معناها ان انا هاخد الفراكشن ده هجيب له صورة مصغرة بحيث ان النيموريتر والديليموناتر ما يبقاش ما بينهم اي كامل فاكتور طيب ازاي اجيب السيمبلست فورم هاخد النيموريتر وعمله برايم فاكتوريزيشن هي 24 عبارة عن ايه عبارة عن 2 times 12 طيب 12 2 times 6 طيب 6 2 times 3 وده اتعلمناه بشكل مصطفيد في الترم الاول طيب 32 عبارة عن 4 times 8 طيب 42 times 2 طيب وال8 هي عبارة عن 2 times 2 times 2 times 2 هنيجي هنا وهناخد الكمن هندقي ان الكمن عندنا هو 2 times 2 times 2 وهاعمل لهم cancel طيب الكمن ده ياولاد عبارة عن ايه عبارة عن ال greatest common factor يعني انا بعمل ديفايد للنيموريتر باي greatest common factor اللي هو هنا 2 times 2 times 2 اللي هو ال 8 وزي ما عملت للنيموريتر لازم اعمل للديموريتر فبكل سهولة هعمل cancel الكمن المبارة عن الديموريتر وهاجي على الرميينيج وحطه هنا 3 والديموريتر عندي 2 times 2 equal 4 طيب هاني كده على الامر بايزامبل اللي بعدو هعمل ايه؟ خلاص اتفقنا بنعمل prime factorization 16 2 times 8 يعني 2 times 2 times 2 times 2 طيب وال20 هي 2 times 10 طيب وال10 2 times 5 يعني أنا هنا عندي between 16 and 20 الgreatest common factor هو الفور cancel على طول الكامل والremaining اللي يتبقى هو 2 times 2 equal 4 وتحت في الديناميسور هيكون الفيف كده تعالوا نعرف الاكويفلانت فراكشن يعني ايه اكويفلانت فراكشن يعني انا بجيب فراكشن equal للفراكشن اللي قدامي طيب عشان اجيب اكويفلانت فراكشن لازم اخد الفراكشن ده واعمل له times full يعني ايه هول شرحتها هو فراكشن في الديناميوريتور اي نمبر بقى هنا 3 يبقى هنا 3 يعني لازم اعمل له times لا ممكن اعمل له divided divided مثلا 3 over 3 طيب تعالوا كده لو جيت عملت في divided اسهل حاجة تعملها ان انت تعمل له prime factorization ات سكستين لسه عاملينها فوق 2 times 2 times 2 times 2 وال20 2 times 2 times 5 cancel كده 2 وال2 ما هي 2 over 2 دي معاناها 1 والنمبر لما بيحصل له times 1 او divided 1 ما بيتقصرش بيبقى equal يعني هاخد النمبر المتبقية 2 times 2 times 2 equal 8 و 2 times 5 equal 10 يبقى انت كده عملت divided 2 over 2 وصلت لي equivalent fraction طيب تعالوا كده نكانسل الـ 2 التانية والـ 2 التانية اهي كانسلت 2 2 في النمبر والـ 2 في الديموناتر يعني كأنك عملت divided 4 over 4 اللي تبقى عندك 2 times 2 equal 4 وتحت هنا في الديموناتر الـ 5 يعني انا كده جبت 2 equivalent fraction طيب انا هنا عملت divided تعالوا كده نعمل times 2 over 2 2 times 16 equal 32 2 times 20 equal 40 يعني انا كده وصلت لـ 3 equivalent fraction يبقى كلمة equivalent السر فيها ان انت بتعمل times للهول والهول هو fraction numerator فيه equal denominator سواء عملت times او divided طيب تعالوا كده نشوفي الـ example ده هو جايبلي 2 over 8 التو عندي بقت 6 طب التو عشان تكون 6 حصل الله times ايه times 3 يبقى على طول الديموناتر times 3 من غير ما تفكر يبقى equal 24 طيب انا هنا الـ 8 بقت 16 يعني حصل الله times 2 يبقى 2 على طول times 2 equal 4 طيب هنا الـ 8 بقت 4 يبقى حصل الله divided 2 التايمتابل التايمتابل هو اساس الماث 2 divided 2 equal 1 طيب هنا مش جايب للنموليتر ولا دينموناتر خلاص اعمل اي equivalent fraction انت عايز اعمل times 4 over 4 2 times 4 equal 8 و 4 times 8 equal 32 2 وهنيجي الاخر حاجة في الفيديو وهي الـ like دينموناتر يعني ايه like دينموناتر like دينموناتر يعني انت عندك هنا unlike دينموناتر وعايز تحول like دينموناتر بكل سهولة والليسون ده لسون كامل عليكم في primary 6 فنركز هنا 8 وهنا 12 هناخد الـ 8 كده وال12 ونعملها prime factorization بس 2 times 2 times 2 طيب وال12 عبارة عن 2 times 2 times 3 بعد ما عملت prime factorization هاعمل ايه هتجيب الليس تقامل multiple لس تقامل مالتبل عبارة عن 2 times 2 خدت كامل وتعلمناها times 2 وعملت times في remaining يعني 2 times 2 times 2 times 3 اللي هي 8 times 3 equal 24 يعني انا هاخد الـ 2 fraction كده وابدلهم اشيل الـ denominator خالص مش عايزه واحط مكانهم 24 طيب الـ numerator هيبقى ايه انت عندك الـ 8 اهيه صح هتاخد الـ 3 اللي متبقية في 12 وتعملها times 3 على طول 3 times 3 equal 9 هتتلغبط الـ 8 عشان تكون 24 حصلها times 3 يبقى الـ numerator على طول times 3 equal 9 طيب و12 هتاخد remaining هنا من 2 يعني 2 times 5 equal 10 12 عشان تكون 24 حصلها times 2 يبقى 2 times 5 equal 10 انت واخد بالك انت برضو جبت equivalent fraction هنا حصل له times 3 over 3 وهنا حصل له times 2 over 2 طيب تعالوا كده على اخر اجزامبل ده 5 over 6 و2 over 3 وهنا في معلومة مهمة جدا لما تلاقي denominator بتاعك واحد فيهم factor للتاني 3 احنا عارفين انه factor 3 times 2 equal 6 يبقى على طول الاستقام multiple هو الرقم الكبير اللي هو 6 والgreatest common factor معلومة تبقى عرفها هو الرقم الصغير يبقى انا هنا عندي equivalent يبقى انا هنا عندي like denominator هو 6 الفraction طبعا الاول هيبقى زي ما هو والتاني 3 عشان تكون 6 حصل لها times 2 يبقى ال numerator هيحصل times 2 يبقى 2 times 2 equal 4 thanه حصل اذا حسن حسن نحن نحن ك صفحي حب نحن